المدرسة الافتراضية بحي الواحة حيث تواجد زميلنا عبدالله الدليم وبرفقته معالي وزير التعليم تفضل عبدالله مرحبا خالد ومرحبا بكل من يتابع نشرة النهار على القناة الإخبارية نحن هنا في المدرسة الافتراضية مع وزير التعليم اليوم قام بزيارة المدرسة الافتراضية ويضم معه نخب من نخب الاجتماعية ويضم العلمية والتعليمية ويضم الثقافية لن أطيل ينضم معي معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد دار الشيخ مرحبا بك دكتور وسعديم بتواجدك معنا في هذه اللحظات أولا دعنا نبدأ بسير العملية التعليمية ويضم كيف هي التسير حتى هذه اللحظات الحمد لله العملية التعليمية التسير وفقا للمخطط بل أفضل من المخطط ونتطلع إن شاء الله للمزيد الآن يعني تقريبا 93% من 92% إلى 93% من أبنان الطلاب يدخلون في منصة مدرستي يشاركون في فصول متزامنة مع معلميهم وزملائهم وأيضا يدخلون في أوقات غير متزامنة ويحضروا حصص تقوية وأيضا هناك نسبة كبيرة جدا الحمد لله تشارك في قنوات عين اللي تبث من هذه المدرسة سواء من خلال القنوات التي تبث بشكل متزامن مع الجدول الدراسي أو ما يتم تكريره أو ما يتم أيضا أرشفته ووضعه في اليوتيوب ويتم الدخول إليه شاهدنا أعداد الدخول الحمد لله حوالي 70 مليون خلال الثلاثة أسابيع الفائتة إن شاء الله نتطلع إلى المزيد طبعا نسبة المشاركة بالنسبة للمعلمين تزيد على 97% كل هذه إن شاء الله مؤشرات إلى أننا غطينا بشكل كبير لازم أيضا نراجع كل أسبوع ونقيم كل أسبوع وهذا لا بد أن يكون فيه إرهاق إلى حد ما لكنه مطلوب لأنه نتأكد أن الجميع دخل في العملية التعليمية بدون استثناء والجميع يشارك ومتفاعل نسبة التفاعل مهمة جدا أيضا نسبة المشاركات سواء في واجبات التقوية أو الواجبات المطروحة أو الاختبارات الفترية بالإضافة إلى ذلك إحنا مشاركة أولياء الأمور تعتبر بالنسبة لنا مهمة اليوم شفنا أول مرة في تاريخ المملكة 37% من أولياء الأمور مشاركين في مدرستي هذا دليل على أننا رفعنا من مستوى الوعي لدى المجتمع هذه واجبنا وتعاوننا مع الإعلاميين وتعاوننا مع وزارة الإعلام هذا سيكون لمكاسب إن شاء الله في تغيير خلينا نقول تحسين ثقافة المجتمع فيما يتعلق بالتعليم العام بعد وأيضا مشاركة الأهل وولي الأمر في تعليم دويهم من الذين يحتاجون إلى متابعة في نفس الوقت أيضا إحنا شفنا أيضا مستوى وعي كبير جدا من الشركة سواء من الشركات القطاع الخاص أو الجمعيات الغير ربحية شاركوا في عملية توزيع للمحتاجين لأجهزة ونحن نشكرهم ونتوقع إن شاء الله المزيد منهم بحيث نحن نغطي أيضا أنا أشوف أنه من أهم الأشياء هي مشاركة المعلمين والمعلمات ومستوى تفاعلهم مع التعليم عن بعد ومستوى متابعتهم لدروس أبنائهم وبناتهم من الطلاب والطالبات أنا أود أن أشكرهم وأشد على أيديهم وأقول لهم إن شاء الله معا سيصل التعليم إلى بيت كل طالب من طلابنا لن نترك أحدا بدون أن تصلوا إليه إن شاء الله واجبنا وواجبكم أنتم انتصلون إلى كل طالب من طلبتكم المرشد واجبه أن يتابع مدير المدرسة واجبه أن يتابع أيضا وإن شاء الله هذا عام استثنائي وجميع إن شاء الله منهم يعملون في التعليم سيكونون استثنائيين من أجل وصول التعليم إلى كل بيت إلى كل طالب أيضا وبما أنه عام استثنائي ولعل أنتهز الفرصة أيضا تزامنا مع اليوم الوطني تسعيل المملكة العربية السعودية اليوم وزارة تعليم تقدم نماذج مشرفة من المعلمين وأيضا من طلبها الموهبين والمتميزين منصة مدرسة اليوم قدمت نماذج كبيرة بالرغم من اختلاف التضاريس واختلاف الأمور مثلا في الجنوب وأيضا في غيرها من المناطق لأنه قدمت بشكل مميز من قبل المعلمين والمعلمات طبعا نحن اليوم نشوف تسجيل لدروس ستعرض في الأيام القادمة ولذلك هي تعرض وكأنهم بدأوا في عملية احتفاؤهم باليوم الوطني هذا اليوم العظيم الذي يذكر الناس بذكرى توحيد هذه الدولة العامرة بقيادة الملك عبدالعزيز رحمه الله وجزاه الله خير عن كل المسلمين نحن اليوم نشوف بدءا من يوم الغد الدروس تعطى بطبيعة مختلفة وفيها زخم وعبق من عبقات وروائح الذكرى اليوم الوطني فإن شاء الله موافقين لكل معلمين ومعلماتنا في القيام بذلك وإن شاء الله على مختلف المنصات التعليمية مع الوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ شكرا جزيلا شكرا لك الله حيك شكرا إذن كما تبعتم متابعي الكرام كنا مع مع الوزير التعليم اليوم حضر في المدرسة الافتراضية وايضا معه النخب من النخب الثقافي والاجتماعي وايضا الإعلامية لرؤية المسيرة الإعلامية وما عملت عليه وزارة التعليم من خلال منصة مدرستي وايضا قنوات عين والقنوات التابعة لوزارة التعليم من خلال قنوات اليوتيوب هذا ما كان لدي زميلي خالد حتى هذه اللحظة نقول لك الكلمة أشكرك شكرا جزيلا عبدالله لدليم من المدرسة الافتراضية بحي الواحة شكرا جزيلا لك عبدالله وأشكرا أيضا لمعاري وزارة التعليم